السلام عليكم البنات كديري اللي بس عليكم سنتم بناتكم وكاملين باخر على خير اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضروا مع بديتنا فطائر بوحد عيجينة اللي تجي خطيرة دخلة فيها هكا سميدة تجي مقرمشة البنات وفي نفس الوقت بنينا وزوينا فطائر اللي زوينينا كميني صغورين هدي تبيعهم الكيلوي لك انتو تتاخدوا لي كومونت او لا غادي تصيبوهم هكا لرمضان هكا شي حاجة اللي صغير ورات نوعو بها في الطبلة وغادي نحضروا واحد المسمن بلا عيجين تيوجد بكل سهولة البنات ممكن هكا تقرب الفطور وتحضروا هلا بغيتها الفطور نتاعكم او اللي لاجاكم شي كومونت ضغيات وجدوا للكليان تاعكم حتوا بواحد الحشوة اللي زوينا بزاف غير ما تنسوني شاء البنات من طبيعة الحلم اللي لايك من ببرتاج الفيديو ببرتاجه جميع مواقع التواصل اللي اجتماعين تاعكم وغادي كل فيديو في طريقة الاحتفاظ من طبيعة الحلف المجميد واتمينات اللي بيع اللي بنات اللي تيبغوا يبيعوا فاول حاجة اللي بنات غادي نبدوا بالعجين تاع الفطائر اللي تنحتاجوا ليا ربعان تاع الكيسان تطحي البيض نصف كاس متاع السميدة الرقيقة نتاع الحلوة نفس الكاس باش عبرنا اللي هو كاس العنبه وباش تنعبره شوية الملحة معلقة صغيرة نتاع الخميرة نتاع الحلويات وغادي نحتاجوا المعلقة نتاع الموطارد معلقة كبيرة تلخلي لابويتو تديروها كي لا كان عندكم انا ما عنديش ما درتوش ولكن ديروه من الافضل البنات وتنحتاجوا التوابل نتاع السمكة كوحد شوية منهم وشوية تعتهم بودر والملحة ما عرفت شو وجلتها ولي ما قلتها شاتا نقول لكم العقيل هاي لقدت الحلوة غايتا نسى البنات والله عندي داكرة السمكة محكا لماذا ايها تدرخدت العجين وتنجمعوه بالماء الماء عادية البنات او النا المدافي تنعتوه تدليكم مزيان حنت في سميدة البنات تنشربوا الماء وتنعتوه تدليكم مزيان حتي تتدلك العجين وبالنسبة لهاد العجين الصراحة البنة تراتيجي خاطر مقرمج تيجو فطائر لبنان العجينة انتعوهم بدوكتو بالسمك وبدوكلموطارد وتم بدر تجي واحد العجينة فيها واحد البنة اللي خاطيرة من انت يكونوا البنتي طيبوا في الفران والله ما شهيتكم فيهم واحدة الرويحة طلعة منهم رازوينة بزاف غاجين شهيكم راش تصيبوهم بالبنة وكتبو ليه بالتعليق منين تصيبوهم كتبو ليه بالتعليق كيف اشجوكم مغير تبعوا طريقة البنة وغادي ينشحوا معاكم كيف ما قلت لكم ممكن تصيبوهم فليكم ونطوعكم تخدمو بهم تصورو بهم رزيق علاش الله او لا تصيبوه ما كتنوعو بهم فالطبلانتاعكم نينتان دلكو العجين تنقسموه على ستنطوع الكويرات تنخليوه جانبا وغادي ندوزو الحشوة تناخدو مقيلة تنديرو فيها الفلفلة تقريبا واحد اربعات تبعوا الفلفلات حتى الخمسة حمرين او لا الوان مقطع الرقاق تنضيفو لهم لبسلة حتى هي خطارية مقطعة شويان تعزيت وتنخليوهم تيتشحروا على البنة تيتشحروا عذوك الفلفل ومووا قول البصلة تنخليوهم حتى تيهبتو مالبعد تنضيفو التوابل تنضيفو شوية الملحة شوية البزار شوية سكين جبير شوية نتعز التراكة نحكو بيدينا وتنضيفو معلقة كبيرة انتع المركز انتع مطاشو سوف تنتجوو نجيبو كل شي فوق البوطة وتنضيفو حق تعتون يلا كان عندكم حق نتعز التون تعزيتها البنات هو باش غاجتشحروا هذيك البصلة والفلفلة باش يجووكو مع كبنا سوف تنضيفو نجيبو هذك التون باش يتحرق لنا مع الحشوة وتنضيفو عليها ونخليوها جانبا تندوزو هنا يفوح زليفة تنديرو ثلاثة المعلقة السميدة الرقيقة تعت الحلوة ثلاثة المعلقة النشا ومعلقة صغيرة نتعت الخميرة للحلويات تنخليوهم جانبا تناخدو الزبدان تعت التوريق تندوبوها مع الزيت وتندينو سطح العمل بالزيت وتنجيبو كويرا من ذاك العاجي اللي سايبنا دوك ستات الكويرات تنطرقو ذاك الكويران تعنا تنطرقوها البنات مزيان تنطرقوها من الجوانيب ومن الوسط حتى يبن سطح العمل هكا باش تجينا مورقا وزوينا منين تنطرقوها مزيان البنات تناخدو الزبداء والزيت نتا التوريق وتنرشوها مزيان بهم من الجوانيب ومن الوسط ومن البعد تناخدو هذيك الخلطة انتا تسميدة ونشا والخميرة وتنرشوها كوحدة كيمية من الوسط وتنطرقو على شكل المسمنة العادية البنات بحل المسمنة العادية بدي اسبال سطح العمل ذهنو غير بالزيتة البناتية لك انتو تتخدمو باش يبردش لكم العاجين يبرد الزبداء ويلسق لكم العاجين في الرخامة سافي منين تنطرقوها تنعود رشو الزبداء والزيت وتنرشو بديك سميدة ونشا وتنجمعو المسمنة نتاعتنا بشكل عادي وتنحطوها هكا باش تنكملو 6 انتوع الكويرة تنتوعنا البنات كاملهم تنديرو لهم نص الطريقة بالنسبة لهذا 6 انتوع الكويرة ترى كل كويرة بتخرج لنا 4 انتوع الفطائع يعني بنا نخرج واحد الكمية اللي كتير البنات في واحد الوقت اللي قليل وكيف ما قلت لكم تيجي واكا ميني صغورين إلا بغيتوهم انتم هكا الرمضان رغادي تصيبوهم هكا هكا وتحتفظو بهم في المجميد فيما بغيتوهم تتسخنوا منهم باش تنوعوا في الطبلة باش ما يضعوش هالبنات هكتين بايو الطبلة تكون منوعا ويا كانت الحاجة كبيرة تضع تيوكلو منا ويخلوهم منا تيبغو يضعو منها ومنها 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 من الأحسن يكون ديك شي ميني صغور باش هكا ما يضعش وتجيط طبلان تاعتنا منوعا كيف ما ما قلت لكم صافينا يا غادي ناخد اول قريصة او الا اول مسمينا الصيف من بعد من طبيعة الحل بالنسبة للسيرن تاعت الفطائر باش ميرجعوش لكم فاش تكونوا تطرقوهم وباش تخرج لكم هذي كرشمن تاعت الفرشيطة من الجن من ينطرقو المسمينا تنتوعكم كاملين لبنا تخليوهم واحد شوية او لدخلوهم واحد شوية لتلاجح تتيبس عليهم ديك السبدة تتيبس مزيان عليهم ديك السبدة عاد خرجوهم وطرقوهم بهذه الشكلة ده تنطرقوها على شكل مسمينا عادية او تنقسموها على ربعة بشكل يوم متساوي انا نيابنت لكم باننا نيادفو قانيا را قسمتهم كبر ملتح تانيين تزاقلت واحد شوية مايما علاش من بعد تناخدو الفرماج للسوندويتش هذتي بقاير اختياري تناخدوه عندكم ديروه ما عندكم شبلاش هالبنات سوف تنجبو ديك الحشوة وتنحطوها فق الفرماج للسوندويتش يلا عندكم حتى الفرماج مثل البنات تقسمو كل فرماجة على الجوش وديروها هكا اولا على ربعة يلا ما عندكوش يديروها هكا في الوسط عندكم فرماج موطزاريلا واللحمر رشو به المهم اللي عندكم متقيدوش بعد الشيلي درتانو سوف تنجمعو بههد الشكلاته تنجمعو الفاطائر انتوحنا بههد الشكلاته ما متخافوش البنات رمات تحلوش في فررم بالنسبة لبنات اللي عادي يوكلوه يوش يتحلوه اللي عرا متحلوش غير تنجمعوهم بحال يطل مطوم تنجيبوها دي جاو تردوها دي جادي سوف يتناخدو الفرشتة تندوزها في النشاء او للطحن وتن بده تنضغط على الجواني بمزيان يعني هاد المسم بناره بقي ما بقي ما بردتش هالبناتي ذاكش باش ما خرجاتش ليار شما مزيان تاعت الفرشيطة من الجناب ذاكش باش قلت لكم خليهم حتي تبرد عليهم ازا بدا مزيان عدوزو تتشكلو فيهم باش هكا تجيكم مزواقا تاعت الفرشيطة واضحة لبناتي سوف تنصيبوهم بهاد الشكلة هاده كيف ما واضح في الصورة تنصدوهم بالفرشيطة تنقطعوا هادو كل الحوف باش جينا الفترة نتاعتنا زوينا ومتيحفا ونتنحطوهم فالطاوة اللي مدونونا بزويتة او اللي زبيدة او اللي فرشوها بورقة طاي من طبعه الحال را تنبسعوهم على بعض ذياتهم حنت غادي يدخلو الفرنة لبنات وغادي يزيدو يكبارو هنا يفاش تنكون انا تنزهنهم را تنكونش على الفرن من طبعه الحال يسخنوا مزيان تناخد صفر البيض تنضف عليه شويا تاعت حميرة او اللي شويا تاعتوا بالسمك شوفو انتم اللي عندكم شويا تعلم الحام وشويا تعلمه او اللي الحليب او اللي شوية الخل صافي جميع هاد الاختيارات هادو اللي عندكم منهم جيره صافيتا نضهنهم مزيان من الجوانب ومن الوسط ومن كل شي باش يجي لوين تعوهم زوين وشوفو البنات باقي مدخلوش للفرنة يعتو دا كلوين اللي زوين حنترت فيهم اه تحميره سوف يتناخد الموس ودعن بدات ندير لهم شريطات ثلاثة شريطات بهذا الشكل هذا ما الافضل الي عندكم زي زوارة عالبنات تديرو زي زوارة حسنت تكون ماضية ما تعد بكمش سوف يتناخد حبوب البافو وترشون بيهم ما عندكوش حبوب البافو ديرو الجنجلان ديرو زرعة الكتان ديرو زرار عالبنات المهم اللي عندكم ديرو حتا حتا الشوفان تاوت يجي فاهم زوين سوف يتندخلوهم الفران تنشعل اليوم لكي قنات تنشعل اليوم لتحت حتا تتبوت حمرات باش تنشعل اليوم لفوق هالبنات هادي ندوزل الحشوى نتاعت المسيمينات اللي غادي نحتاجوا لها البصلة الفلفلة حمراء مقطعة رقيقة علبة نتاعت الفترة مغسولة مزيان من اللي ما نتاعها جوج دريسات نتاعت المحكوكي والزيت من طبيعة الحال تنشحروا كل شفق العافية ومن بعد تنضيفوا التوابل غادي نضيفوا شوية البزار شوية سكين جبير شوية نتاعتهم بودر وغادي نضيفوا يا إما توابل السمك اللي عندكم ما عندكمش غادي نجيروا بعدة سودانية وغادي نضيفوا شوية تاعتواмотри السمك ما عندكمش غادي نتاعتهم مغادي نتاعت السمك ما بغيتوش داعت السمك غادي تدري البنات سالسن تاعت السمك اللي تتبع في الاصواق الكبرى كل هم البنات يجوزوا بينهم. بالنسبة للبنات اللي تقولي يا مريم كيف تتجير الشعرية في المال برد. الشعرية في المال برد هذيك اللي تتكون البنات مكتوبة بالزرق. راها مقطوعة هادلية ما عرفتش على شو مقطوعة. خديثة هذي اللي تتجير سبعة الدرام هذي يعني صورتها لكم بشتشوفها. هذي تنجيها في المدافي. مشي المسخون وإنما المدافي غير شوية. صافي تنحطها فيه. وتنخليها رات قريباً عشرين دقيقة رات تتلق. هانتو ما تبليكم حنت ما درتاش في المسخون راها تبليكم كنزة. شوفوا صافي وخات بليكم هكا حي يدو عمل المال برد تصفيها. راها دي تكمل طياب مع الحشوة باش ما تجيكم شاكة معصدة كيف ما تنقول لكم دائماً. إلا كانت هذيك اللي بالزرق هي اللي تنفضل أنا وتنخدم بها دائماً صراحة. دروها في المهبر. نفس طريقة ندروها عشرين دقيقة ومن بعد تنصفيها رات تتبليكم بأنها بقي مكنزة ولكن يجروها مع الحشوة. الحشوة تكون تلقى واحد لاصوسة لبنات منين ترمي وفيها ديك الشعرية يلا تتشرب هذيك الشعرية وتجي يها ديك تجي ما ممكن نزاشة لبنات. هانتو ما شوفوا ما حتي تنحركها وهي تتشرب ديك لاصوس. وقاعد شي الحشوة. انا ما فيهش لاصوس بزاف حينت ما فيها لسا ماكلا لا دجاج مادرنا فيها ولو في اللول. وقاعد كاكو شربتها اردك شوي. وطابت وتلقعت. صفيها البنات وتنضيف واحد الحفنان تعت الكروفيت. عندكم بزايدة اللي حفنان ضيفه كتر من الحفنان. ما عندكمش الكروفيت اللي بنات تديروا دجاج ولكن شحرهم على البصلة والفلفلة. عندكم شي طاجينة كشط لكم في الحط بيض. منين تطفوا الشعريه تكون طايب. منين تطفوا الشعريه انا اضيفوا لي هذا الحط بيض. حتى وفرتته اضيفوا معها. هدو اللي بيخدموا للطار. ولكن اللي بيخدموا للكليان. غزيتديروا الكروفيت من طبعت الحال. وغزيتديروه بزايد. انا طلعتكم هنا يا جميع الاجتماعات اللي بتخدم الضار ها. اللي بتخدم لوليدة او بتقتصد. واللي بتخدم وتصور فليسة وتشري جلا بتلعيد اولا تصلا وتخيطة يالله ربا يمشي الحالة لبنة يالله تجد لكم هنا ينتا ناخد الورقة دائما تنخدم انا بورقة زعة البخار البنات اللي قالوا لي يا الورقة البخار مينتا تشريها مريم راتا نشريها من الملح من الملح هكي لا مشيت الملحي لا كنتم ساليا وحنتا جيك يلم خيرة الصراحة ما مثلية شالبنات راتا ناخدها غير من عند اللي حدايا المهم هي تكون هي تاعة البخار البنات اللي قالوا لي يا فين تتبع في الملح راتا تتبع في السوق اللي تتلي في الملح غير رسلوا اللي مجينا وغا تسولوا اليوم راه معروفين صراحة عندهم ورقة ورقة اللي خاطيرة تيبشي لي يا الصوت مره راه لبنات سوفي تناخد هنا يا الورقة تلبسطلان تعي قطعتها على ربعة وتناخد واحد الخلطة اللي فيها كاس انتع الزيت وكاس الحليب تنخلطوهم في واحد زليفة وتنضيفو لهم شوية توابل السمك شوية توم بودر وشوية الملحة وتنخلطوهم مزيان ما عندكمش توابل السمك غا تضيفو لهم هي شوية تاعة السودانية او الفلفلة حمرة البنات الفلفلة حمرة حلوهو تنخلطوهم مزيان وتناخد طريف من تناخد ربع من من الورقة كيف مباليكم داك المثلت تنضيف لي واحد شوية من داك الورقة اللي قطعناها كباش نبطنو بيع الوسط رموض دحف الصورة وتنجيب الحشوين تعي تنحتها عندكم البنات الفرماج صندويتش غا تتجيرو عندكم الفرماج حمر غا تتجيرو ما عندكمش بغيتو لداركم كتافيو بحشوة هكا بغيتو تبعوو تضيفو ذاك الفرماج صندويتش وحسبوه اللي كليان تعاكم هالبنات صافي تندي هالورقة كيف مباليكم بذاك الخاليط نتاع الزيت والحليب اللي مبنن بالتوابل وتنحط الحشوة الى عندكم الفرماج جيرو وتنجمع بهذا الشكل هذا صراحة رانس كيلون تاع الورقة رات تخرج لكم الغرق ملاد المسم من هالبنات كيف مما قلت لكم إلا بيتو تبعوه رات تتربحو فيه بغيتو تصيبو الرمضان رغادي يسلككم وغا تصيبو الغرق تحت فضو بيف المجمي دي تنوع بيف الطفلان تاعكم شوفو انتو مالي يسلككم هالبنات صافي مين تنجمع المسم منات التوعي تتكون المقلة سخونة من طبيعة الحال تنجيب دوك المسم منات وتنحطهم في مباشرة منين تنجمعهم وتنحطهم في المقلة بالنسبة للمقلرة متندهنوهاش متندهنوها لبزويتها لبوالو البنات غير تنحطوا المسم منات التوعينا فقط بدات الحليب اللي فيهم وديك الزيترات التنبو تيجوهم حمري ما يحتاجوش الرشوم ولا والو بالنسبة للمقلات اللي تصفو تنخليوهم حتى التنبو تياخدو ذاك اللولم ديها بصراحة تيجو زوينينو بنانا البنات كيف ما قلت لكم عندكم دجاج شاط لكم في شي طاجين شي صدرت الدجاج را ممكن تضيفوه في حوشوه شاط لكم شي حوث هاك اللي شاط لكم غادي تدلوه في حوشوه تنعرفوا في رمضان تي شاط لنا هذك الشي ضيفوه في حوشوه البنات ما تضيعوش سوف يتنخليوهم حتى تتبو تندوزو نكملو الخرين بنفس الطريقة بالنسبة للفتائرة البنات إلا بتو تحتفضو بهم في المجميد را ممكن تحتفضو بهم طيبين نص طيبة طيبهم نص طيبة وتجمعوهم فبوه تحت تتبوهم جبدوهم تكملونهم طيب كيف ما ممكن تحتفضو بهم طايبين البنات وتجبدوهم مباشرة الفرانة كي يسخنو او اللي حتي تتلقو مش مشكلو تطيبوهم وتعود تسخنوهم مش طيبوهم او اللي تحتفضو بهم خدرعين تناخدوهم تنصايبوهم تنجلوهم فواحد البلاتو تندخلوهم المجميد حتي تجي يجمدو وتنجمعوهم فبواتا هكا تنغطو عليهم مزيان منين تنبغيوهم تنجبدوهم تندهنوهم بصفر البدو نزينوهم بحبوب البفو ندخلوهم يطيبو بالنسبة المسيمنات المسيمنات هي البنات ما غادش نحتفضو بهم خدرين علاش؟ حنت غادي نشفو غادي نشف منهم ذاك الحليب وما غاديش او اللي غادي تقطع لنا الورقة ملاقف ضل ما نحتفضوش بهم هكا خدرين غادي تاخدوهم غادي تعمروهم وغادي تصايبوهم وغادي تطيبوهم نص طيبة وتحتفضو بهم البنات فبواتا تمنين تبغيوهم تجبدوهم تتسخنو المقلة وتجبدوهم تتكملو لهم تياب مباشرة من المجمد إلا كانوا نايس طيبين أكاينس طيبة مباشرة من المجمد للمقلة وتطيبوهم وتقدموهم البنات راتيجيو زوينين أو اللي ممكن تحتفضو بهم طايبين البنات طيبوهم طيبة كاملة وتحتفضو بهم في المجمد منين تتبغيوهم تجبدوهم حتى تتلقو تتسطفوهم في طاوة وتدخلوهم للفران يسخنو هذا الشي لطايبين البنات رافكي للحالتين أكاين تحتفضو بهم في المجمد وتيبقو ما توقع لهم موالو أنا أنا هي تنكمل لبسات لاتنتوعي بالنسبة للبنات اللي ما يديو مش خفاف ما تدهنوش الورقة كاملة ما تدهنوش كاملة بالحليب والزيت را غا تجيو جمعا غا تقطع لكم إلا ما كانوش يديوكم خفاف بدوو تدهنو غير مثلا ثلاثة بثلاثة وتعمرهم بالحشو وتطيبوهم عاد صيبو الأخرين تنتبنا تكونوا فاهميني شوفوا البناتكي تيجو تيجو خاطيرين زوينين مين يمسمن ما يحتاج للعاجل للولو بالنسبة للبنات اللي ما عندو مش ورقة البسطلة أو اللي بعيدة عليهم را ممكن تصيبوهم بنفس العاجين اللي صيبنا به الفطائر أو لا أي عاجين مسممن معتمد عندكم البنات تجيرو ليه نفس الحشوة وتصيبوهم ها كاميني صغورين وتطيبوهم بالنسبة لتمنى اللي بيع انتع الفطائر البنات فهو مية وثلاثين درهم الكيلو ثمن هاد الفطائر هادو بالنسبة للثمن اللي مسممن مع ممار بالكروفيت فالثمن تعوه ومية وستين درهم إلا عمرتوه مثلا بتجاج را هتنقصو شوفوا انتوما البناتش نو درتوليه في الحشوة إلا عمرتوه بالكروفيت را مية وستين درهم هادي تجيرو فيني تكيميان تاعة الكروفيت ليه كثيرا باش ما تطيعوش لكلياناكا وباش يجي زوين الصراحة فطائر زوينين اقتصاديين كيف مما قلت لكم تنتمنكم فعلا البنات هاكا تجربوهم تنوعو بيهم في الطبيلة نتاع الفطور نتاعكم او اللي تعتمدون فليكم ها نتوعكم البنات علش الله تنوعو بيهم في طفل بلاطوية تيجو زوينين الصراحة هاكميني زوينين ان شاء الله هادي ندرهم لكم بنيت في بلاطوية هاكا باش تشوفوا الفكرة وتطبقوها تنتمنع من كل قلبية البنات دعموني بلايكم بارتاج البنات